كل سلطة لها طوفان وطوفان الأسد اليوم المخدرات التي لا يتوقف تدفقها إلى الأردن ودول الخليج وإلى سائر أنحاء العالم الجيش الأردني أعلن إحباط محاولة تسلل وتهريب جديدة لكميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية صباح الجمعة التصريحات الرسمية الأردنية تقول إن معظم هذه الشحنات تتجه نحو دول الخليج بينما تفترض المملكة كل شاحنة قادمة من سوريا بأنها محملة بالمخدرات وتشير التصريحات أيضا لطرق مبتكرة يتبعها المهربون لتمرير تلك الشحنات الطائرات المسيرة العابرة للحدود وسيلة حديثة لأغراض متعددة ولدى سلطة الأسد لهذه الطائرات مهام خاصة طائرات درون أو ما تعرف بطائرات المسيرة وصيلة باتت تؤرق الجيش الأردني لا سيما أنها تتجاوز مسألة المعابر لتكون متاحة على طول الشريط الحدودي بين سوريا والأردن والممتد على أكثر من 300 كم معهد الشرق الأوسط قال إن طائرات بدون طيار المستخدمة في عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن يمكنها لانزلاق تحت الرادار وتجنب الاعتراض بشكل أكثر فاعلية بكثير من عمليات التهريب الأرضية يشير المعهد إلى أن استخدام الطائرات بدون طيار يتم في الغالب لأغراض التدريب والاستطلاع وخاصة لمسح الطرق قبل أو أثناء عمليات التهريب لا يقف الأردن مكتوف الأيدي فعمليات الرصد للحدود تفضي إلى ضبط كثير من تلك الطائرات ووقف عمليات التهريب إلى جانب التهديد المتزايد الذي تشكله القوات الأردنية على المهاربين داخل سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية والذي قد غير قواعد اللعبة بحسب المعهد لعبة يقول السوريون إن طريقة إنهائها هي الإطاحة ببشار الأسد وقطع يد إيران من المنطقة اشتركوا في القناة